السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلابنا طلاب الصف الاول السنوي نهاردة ما عودنا الاسبوعي عايزك ما تفوتش ولا حصة من هنا هتبقى متفوق في الرياضيات نهاردة هناخد بقى هندسة خدنا المرة الفتات جبر نهاردة هناخد هندسة اول درسة عندنا اسمه تشابه مضلعي عايز اقول لك على معلومة ان الدرس ده مش جديد الدرس ده انت اخدته في الصف الثاني لايعداتش شكده قبل ما هبدأ افكرك من علامتين مهمين جدا كنا اخدنا في قول اعدادي العلامة دي اسمها يطابق اما اخدنا في تاني اعدادي دي اسمها يشابه يبقى لو عندي مضلع بيشبه مضلع قد العلامة بتاعت التشابه اوعى كون ناسيها يبقى لو عندي مضلع بيشبه مضلع قلنا لعلامة التشابه اهي طيب كنا اخدنا في تاني اعدادي امتى مضلع يشبه مضلع قبل ما اقولك كده عايزة تأكد انت فاهم يعني كلمة تشابه يشابه نفس الهيئة نفس المنظر يعني طالب قولي المستطيل ده هل يشبه المستطيل ده مستر هو فيهم من بعض يعني طب المربع ده يشبه المربع ده اه مستر برضو بس واحد صغير روحك كبير حلو وما لقى الفرق ان يشابه وطبق مستر ينطبق عليه يعني الاتنين حاجة واحدة الاضلع زي بعض الزواز زي بعض كل حاجة زي بعض شكرا بينطبقوا على بعض اما يشابه يبقى نفس الهيئة نفس المنظر بس واحد صغير واحد كبير طب الرياضة بقى امتى مضلع يشبه مضلع اذا تحقق شرطين معا ان الزوايا المتنظرة تكون متساوية وان الاضلع المتنظرة تكون متنسبة يعني ايه مستر الاضلع تكون متنسبة يعني نفس النسبة يعني لما تمسك ضلع في المضلع الاول وتقسمه على الضلع في المضلع التاني النسبة بينهم ما بتتغيرش يبقى لو انا عايز اثبت ان فيه اثنين المضلع بيشبه مضلع لازم تحقق الشرطين دول معا ان الزوايا المتنظرة متساوية والاضلع المتنظرة متنسبة طالب يقول يا مستر اعرف ازاي الاضلع المتنظرة دي لسه هنشرح طب لو الشرطين دول اتحقق كنا بنقول ايه بنقول ان المضلع الاول يشابه المضلع التاني العالمة دي معناها يشابه المضلع التاني طب انا مرضو عايز افهم اكتر افهم الشكل اللي قدامك ده اول معينك بصت عليه حسيت بايه حسيت انهم فيهم من بعض بس واحد كبير وواحد صغير ما هو ده التشاب بس في الرياضة بقى ما ينفعش اقول انه فيهم من بعض لازم الشرط تتحقق شرط ايه مستر ان الزوايا المتنظرة متساوية وانهارف انها متساوية بيعمل لك نفس العلامات لو انت بصيت الدال عليها نجمة هي واللام زيها الجيم عليها اكس والعين زيها الصاد عليها قص واحد والبيه زيها السين عليها قصين وجيه الالف زيها يبا ساعدت انا كده عرفت اني زاوية الف بتساوي سين ودال بتساوي لام وجيم بتساوي عين وبه بتساوي صاد انت عايز تعرف الزوايا ليه عشان عرف اكتب المضلعات يفضل كتابة المضلعات بترتيب بترتيب الرؤوس حسب الزوايا المتساوية يبا لما تكتب يفضل نكتبها ايه؟ نكتب المضلعات عشان قدر استنتك حاسة بالزوال ايه؟ المتساوي. يعني في المسألة اللي عندك ديت. زاويت مين بتساوي زاويت مين؟ ألف بتساوي سين. وبه بتساوي سات. وجيم بتساوي عين. ودال بتساوي لام. يبقى لو قلت المضلع اللي اسمه ألف به جيم دال يشابه المضلع. انت قلت ألف تقول ناحية التانية سين. قلت به. طول الناحية التانية صات. قلت اجيم. طول الناحية التانية عين. قلت دال. طول الناحية تعال acesso لا. لا لا. مش ان هو في نفس الاماكن لا. Happens عشان هو إلي في المعطيات ان الزاوية دي بتساوي الزاوية دي. قال ان الزاوية الإكس بتساوي الزاوية دي. وهكذا. طب انا نما هرتكتب بنفس الترثيم ي heights ايه الأفضلية في كده؟ الأفضلية استعدى كلمة يوناظر. كنت بقولك من شوية أعرف إزاي ونظر من الكتابة زاوية جيم تنظر زاوية عين زاوية دال تنظر زاوية لام زاوية ألف تنظر زاوية سين يبقى أكيد متساويين حتى الأضلع تضرق لسمه ألف به ينظر سين صاد به جيم ينظر صاد عين ما قلتلك لما تكتب بنفس الترتيب هيسهل عليك جدا تقدر تكتب التناسب تقدر تشوف الأضلع المتناثرة متناثبة مستطيع أن الأضلع المتناثرة متناثبة هنقول لك دلوقتي قلنا هو وكتبنا المضلعات بالترتيب قلب به جيم دال يشابه سين صاد عين طب يعني ايه كلمة الأضلع المتناثرة متناثبة يعني لما تمسك دلع من المضلع ده تقسمه على المناظر النتج ما يتغيرش يعني نقسم مين تقسم قلب به على سين صاد وبعدين به جيم على صاد عين وبعدين جيم دال على علام وبعدين ألف دال على سين لام يبقى لما يجيلي مسألة زا كده وعايزك تبقى طول من تكاتب الأضلع بالترتيب مش هتغلط قلب به على سين صاد اللي بيناظره بيجيم على صاد عين جيم دال على علام قلب دال على سين لام هل الناتج ده بيتغير لأ كلهم بيصاوه بعض لأن كلمة الأضلع المتناثرة متناثبة لما نقسم أي ضلع المناثر ليه الناتج ما بيتغيرش اهي النسبة دي يسميها نسبة التشابه او معامل التشابه واكيد قيمتها اكبر من الصف ليه مستر؟ لأنه وفيه أضلع بالسلب يبقى كده القيمة بتاعتها موجب طب النسبة بتضيرش ليه؟ ما هو عشان يكونوا متشابهين لازم النسبة بنقيد العين ما بيضيرش والنسبة دي مهمة قوي مهمتها انك نجيب من خلالها من خلالها اي دلع مش موجود مستر انا مش فاهم قوي افاهمك بس برضو عايز افاهمك ان خدنا في الرياضة قاعدة في ثالثة علي ليه علاقة بالتنسب بتقول ان مجموع المقدمات على مجموع التوالي بتساوي احدى النسب يعني لو جمعت على البسط ده كله مستر لما نجمع الاضلاق ولا اسمه محيط حلو حلو محيط الشكل قالب بهجيم ده لما نجمع لتحت اسمه محيط الشكل سين صادق اللام سؤال لما تجيب المحيط على المحيط هل لما بنجمع البسط ونجمع المقام في ثالثة عدادي هل النسبة دي بتضايب؟ لا معنى الكلام ده انا استفد ان نسبة التشابه النسبة بين اي مضلعين اللي بيسموها في الرياضة نسبة التشابه دي ممكن اجيبها بطريقتين يعمى النقسم ضل على ضلع المناظر يعمى نقسم محيط المضلع الاول على محيط المضلع التاني ساعتها بنقول ان المعامل التشابه المضلع قالب بهجيم ده الى مضلع سين صادق اللام لاننا نكاتب قالب بهجيم ده الفوق هو كاف طب لو عايز اعكس واعيزها جيم قاسين صادقين المحيط تقول الواحد على كاف تابب معجقس النسبة والتقلب بهجيم ده يبقى bas haben بيكون القلب بفوق بيجيب الى بقى نسبة التشابه كاف طب لو قالك في الانتعال هدت عم معامل للتشابه. صيد علام. بالنسبة القالب ايه جنجال. لو كانت النسبة تخليها اتنين. لو كانت اتنين تخليها نص. تقلب يعني. حلوة. النسبة دي اولا اكت نشوية اسمها معامل التشابه. طب النسبة دي ليه اسمع? ممكن يبقى اسمع نسبة تكبير. انت لما يكون النسبة اكبر من الواحد. يعني لما نقسم الضلع الكبير على الضلع الصغير. اكيد لما قسم خمسة على الاتنين النتج هيطلع اكبر من الواحد. لما تقسم تلاتة على الاتنين يطلع اكبر من الواحد. لما قسم خمسة على الاربعة النتج اكبر من الواحد. عشر على التسعة نتج اكبر من الواحد. يبقى طول ما اللي فوق كبير وتحت صغير يبقى النتج يكون اكبر من الواحد. ساعتها اسمها تكبير لان بدأت من المضلع الكبير يبقى الميم واحد او المضلع الاولاني اكيد تكبير للمضلع التالي والنسبة دي بيسموها نسبة تكبير الى عكس بقى لو كان اللي فوق صغير وتحت كبير يعن بدأت من المضلع الصغير يبقى اكيد يا مستر المضلع الصغير هيبقى تصغير للكبير صح طب ساعتها النسبة تبقى كام كسر لازم تكون اقل من الواحد لان البسط لما يكون اقل من المقام تبقى كسر مستر انت ليه ايه الاكبر من الصفر احنا اقلنا من قبل كده لازم الكارت تكون اكبر من الصفر يبقى محصورة من صفر الواحد يعني كسر موجب لان عمرها ما هتطلع سالب يبقى النسبة اسمها نسبة ايه تصغير ببساطة او اللي هو اكبر من اللي تحت التجميل يعني انت عايز تقولي ان ليس كل المستطيلات متشابهة لان في شرط من الشروط ما تحققش لازم يتحقق الاول يبقى عشان المستطيل يشبه المستطيل ما تجيبش سرط الزاوية لانهم اكيد بيساوه بعض وما الاباة تتأكد ان الاضلاع المتنظرة متنسبة تقسم طول المستطيل الاول على طول التاني تقسم عرض الاول على عرض التاني لو النسبة مضايرتش يشبهه بعض طب لو النسبة مضايرتش يشبهوش بعض عشان كده بيقول ليس كل المستطيلات متشابهة طب هل كل المعينات متشابه لا بارتو ليه ده المعينات مستر الاضلاع كلها متساوية تبقى الاضلاع متنسبة يبقى اي معين في الدنيا اي معين في الدنيا. هيبقى الآن بتعتموها. لان لو ده خمسة 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 ثلاثة ثلاثة. المعين هو جميع اطلناها متاساوية. لماчасوية من نسبة من اي ضلعين النسبة متضيرش. لكن مش شرط الزوية يكون متاساوية. ممكن تكون styles öğ ممكن تكون دي خمسين تبقى دي خمسين زيه. تبقى دي مية و كم و تلاتين زيه. لان كل زاويتين و ربعد مجموعهم مية وتمانين. بس ممكن تكون دي ستيه. و دي ستيه و دي مية وعشنيه و دي عشرين. هل كده الزوايا بتسابع? لا. شكرا بنقول لك ليس كل المعينات متشابعة. ليس كل المعينات متشابعة. طب امتى المعينات متشابعة? لو الزوايا بقت متسابعة. ان المعين اضلاع متناسبة كده كده. يعني انا اما يكون بكقول لك معين ومعين بجيب سرطة الاضلاع. هم اكيد بيهمت راسبين. فاضل بقى تتأكد من ايه? تتأكد ان الزوايا بقت متسابعة. حلو. طب المضلعان المتطابقان المتشابهان؟ طابعاً. والنسبة بينهم واحد احنا لسه ايلنها. المضلعان المتطابقان متشابهان. والنسبة بينهم واحد. ليس بالضرورة. يعني العكس لا. مش اي مضلع بيشبه مضلع يبقى بيطبقه. لان ده صغير وده كبير. لكن المتطبقين اكيد هيتشبه. اكيد. بس النسبة بينهم ساعتها تبقى واحد. طب المضلعان المشابهان لتالت. دي كلها مرحوظات انت عارف. اكيد يا مستر المتشابهان. مضلعان بيشبههم التالت. اكيد بيشبههم بعض. ليه? ما هو اضلع متناسبة بينهم انت كلهم. يبقى المضلعان المشابهان لمضلع تالت متشابهان. ملخوظة مهمة جدا عشان كلا مزلطهاك بقولك ما تنساهاش. كل المضلعات المنتظمة. اسمع الكلمة دي. التي لها نفس العدد من الاضلع تكون متشابهة. يعني يا مستر. يعني لو عندك مسلس من الاضلع ده بيسمون مضلع منتظم سلاسي. مضلع سلاسي منتظم ومضلع سلاسي منتظم. يبقى كيب بيشبه بعض. السبب ان الزواج هنا ستين 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 وهنا ستين ستين ستين. والنسبة بينهم ما بتضيرش. جميع المربعات اللي في الدنيا متشابهة. لان كل الزواج تسعين 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 تسعين. والاضلع متنظرة متنسبة. لان الاضلع هنا خمسة خمسة خمسة. وانا حتاني مسلا تلاتة 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 هام لما تجيب النسبة نسبة تضاير لأ عشان كده خدنا قاعدة عامة بتقول جميع المنضلعات المنتظمة التي لازم الكلمة دي تتقال التي لها نفس العرض من الأضلع تكون متشابهة يعني قلت لك مضلع خماسي يشبه خماسي مستر بتقول لك كلمة دي لازم تتقال لي عشان محدش يفتكر لو انا ما قلتهاش يبقى ممكن واحد يقول للمستر بيقول ان المضلع السلاسي يشبه الرباعي وده حد يقول كلمة باللعرك يبقى جميع المربعات متشابهة جميع المسلسات المتساوية للأضلع متشابهة جميع الاشكال الخماسية المنتظمة متشابهة ونقولها بقى بصفة عامة المضلعات المنتظمة التي لها نفس العدد من الأضلع تكون متشابهة ده كده درست شابه مضلعين خلص فاضل بقى نتأكد احنا فهمنا ازاي نتأكد احنا فهمنا مش وقت نسائل بقى يلا بقى نشوف سؤالة كده بيين ايا من المضلعات الآتية تكون متشابهة مع ذكر السابي انا نرسملك لشكله هل ده بيشابه ده ووجد نسبة التشاوه لو هما بيشابه بعض اوجد نسبة التشاوه مستر نعم وانا انا نسيت هو انا بس بتزينه وما بيشبهه بعض قلنا فيش ارتب مع بعض ان الزوايا المتنظرة متساوية مستر وانهارف منين ما انا قلت لك بيعمل لك نفس العلامة يعني انت لو بصدت في الناس ما دي هتلاقي الدال نفس علامة سين هتلاقي البيه نفس علامة عين نجمة ونجمة هتلاقي الجيم الجيم نفس علامة اللام مستر مش شايف كويش قول تاني يا ابني اهو انا عندك الجيم نفس علامة اللام وعندك كمان البيه نفس نفس علامة العين دي نجمة ودي نجمة والدال نفس علامة السين والالف فاضية والصات فاضية زيها يبقى انا اخدها هو الف السؤال المتنظرة بتقول ان الزوايا المتنظرة متساوية قبل ما تشوف الاضلاع لازم تكتبهم بالترتيب يعني تقول ان المضلع اللي اسمه الف حقود بالوقت المتدال يشابه المطلع من بقى التاني اللي هنقوله الف يا مستر اهو من الناحى التاني اللي زي الف صاد الترتيب الزوايا قول كده صادق تقول بقى الزوايا المتنظرة متساوية طب انا عايز اتأكد ان الاضلاع المتنظرة متنسبة ايضا خلاص تقدر تجيب بقى او قولي بجيبها من الشكل غلط بقى الصادقين قول شوف كده الف بي بكام يا مستر تضعين بكام يا مستر صادعين بس ثلاثة سما بقى التجفز بطلع ساعة ست تعال ناخد الضلع اللي بقى اهدو بجيبها اللي هي خمسة على سين لام ثلاث ستة يبقى خمسة على ستة اخر ضلع بقى ده الالف على السين صاد هي يطلع برضو خمسة على ستة ايهانا النسبة ما ضغيرتش خالص اعتم النسبة ما ضغيرتش اسمها في الرياضة الاضلاع المضلعين ناخد اساعتها المضلعين المتشابهين ونسبة التجفز بخمسة على ستة سؤال هي الخمسة على ستة لتصغير ولا تكبير طب لو عايز اخليها تكبير قول ستة على خمسة طيب مش احنا قلنا النسبة من المحيط هي نفسها نسبة من الاضلاع اه طب لما انت جبت معامل التشابه خمسة على ستة وانا سألتك هات النسبة من المحيط تقول لي كان خمسة على ستة برضو بس هي هي نفس النسبة قولت لي يا مستر سؤال تاني عشان اتاكد ان افهمت الشكل المقابل هل المستطيلات متشابه العال بقى اللي ما بتركس الطالب اللي ما بتركس وانا مستعبه غلط انت عرفت انه قابل مش تازم تتاكد من الشرطين اصليز الزنا كلها التسعينات مصبوط لكن نتاكد من الاضلاق لان مستطيل ده طوله تمانية وعرضه خمسة مستطيل ده طوله ستة وعرضه ثلاثة هل لما نقسم الطول ما هو الكبير بيننظر الكبير والصغير على الصغير تمانية على الستة كامل اربعة على التلاتة طيب خمسة على التلاتة كامل خمسة على التلاتة هل بيساوه بعض لا يعني النسبة من الاضلاع مش زي بعض يبقى اذا دول ما بيشافهوش بعض لان احنا قلنا لازم تكون الزوايا متساوية والاضلاع متنسبة تيبقى اللي جابة ان المضلع الاول لا يشابه المضلع التاني تعال شوف ما اسأل عشان نفهم اكتر اللي هبشرهو ده في غاية الاهمية المثال ده حلوه قوي هيفهمك الدرس كله فاركز معي بقى في الشكل المقابل عندي مضلعين الف به جيمدال و سين صادعين لم متشابهين ايه ده يعني انت اقل في السؤال ان الف به جيمدال يشابه المضلع سين صادعين لم اه يعني انت مش عايز نزبط لا مش عايزك تزبط انا بقول لك انهم متشابهين طب لما يكونوا متشابهين نستفاد ايه نستفاد الشرط ايه ان لو طلبت الزاوية يبقى الف بتسوي سين و به بتسوي صادعين و هجيم بتسوي عين و دال بتسوي لام طب لو طلبت ظلعけ اخلك معاي و اناقول لك بقى الاول هو على طلب مني الزاوية دال وぞوية به و زاوية عين طلب مني كل الزا و احنا اقلنا لما يكون المضلع ده tingش به المضلع ده يبقى قياس زاوية الف بتسوي قياس زاوية سين هي القلب كام سابعين يبقى انا جبت 70 سعبين الحمد لله قدني جبتها اول زاوية وقياز زاوية باك بتساوي قياس زاوية صاد هي الصب بكم هنا 65 يبقى الباك 65 وبعدين يا مستر وقياز زاوية جيم هي نفسها قياس زاوية عين هي جيم بكام 135 يبقى العين برضو ب135 قياس زاوية دال بتساوي قياس زاوية لام ايه دا يا مستر الدال مش موجودة او اللام مش موجودة تمه ده شكل رباعي اقوله بما ان قياس زاوية الدال بتسوي قياس زاوية لام واقدر اجيبهم الاتنين ازاي 360 ناقص وهاجمع الزاوية 70 زائد 135 زائد 65 احسن ده بقالتك الحظ بيطلع 90 درجة يبقى انا جبت زاوية الدال بتساين ولا متساين كده انا جبت الزاوية كلها من غير متعب مستقرد طب ما جبتش نسبة التشابه ليه؟ وهي ايه علاقة نسبة التشابه بالزاوية مفيش علاقة نسبة التشابه نجيبها لما تكون عايز اضلاع او عايز محيط فقط اما الزاوية القانون بتاعها بيقول ان الزاوية المتناظرة متساوية يعني الزاوية اللي في الشكل الاولاني هتسوي الزاوية اللي في الشكل التالي بنفس الترتيب اللي المستر كتيب لبيه للشكل طب يا مستر طالب منك بكده الاضلاع لنقصة كلها يعني نطلب منك قلب به وجيم دال ولامعين وسين صادق اسمع بقى احسن طريقة في الدنيا في بعض الكتب بيقولوا يا مستر قلب به جيم دالي وشابه السين صادقين اللي بقولك نقعد نروس لا لا بحبش الكلام ده خالص احنا نظام جديد بقى عاوزين نفهم نفهم الهدف من الدرس الهدف من الدرس ان الطالب يعرف ان لو جاب نسبة شو قدر يحلي عيس وقال في الدنيا ازاي ان لما يطلب منك طول مضلع في الشكل الاول او التاني نضرب نسبة التشابه في الضلع المناظر القانون ده خطير ومهم جدا مستر جبت القانون ده منين هو احنا مش قلنا لما نقسم طول ضلع على المناظر بيديني نسبة التشابه لو عملت بقص يبقى ضولش الضلع الاول اللي انا عايزه ده بضرب نسبة التشابه في الضلع المناظر بس خليك زكي لما يكون طالب مني ضلع في المضلع الكبير لازم تكون نسبة تكبير او اقول لك سر اللي هو عايزه بتخليه فوق يعني لو طلب منك طول ضلع في المضلع قلب به جيمدال يبقى لازم يكون نسبة قلب به جيمدال فوق لو طلب ضلع في المضلع سين صادعين لازم تخلي نسبة سين صادعين فوق لازم سيان بقى تكبير ولا تصغير نقولها بطريقة ابسط لما كن عايز منك ضلع في المضلع الكبير لازم النسبة تكون نسبة تكبير لما كن طالب منك ضلع في المضلع الصغير سين صادعين لام لازم يكون ضلع في المضلع الصغير يعني لما اطلب منك ضلع لازم نجيز نسبة التشابه بنجيبها ازاي بنقسم ضلع على ضلع مناظر يارب يكونوا موجودين قلبين مش موجودين ما ما ينفعش خش على اللي بعده بهجيم على صادعين بهجيم موجود ا صادعين موجود ا يعني اتنين واحد من عشرة على واحد واربعة من عشرة طلع قالتك الحزب ويحسب بيها الكلام ده معايا وشوف هيطلع معاك كام طلقت معاك تلاتة على اتنين احمد ربنا تلاتة على اتنين مستر انا خدت بدي من حاجة ايه ان الكبير فوق والصغير تحت ايوة ايوة يعني النسبة دي نسبة تكبير لان احنا اصلا قد بدأنا قلب بهجيم دال يعني النسبة دي تعتبر نسبة مضلع الف بإهجيم دال إلى المضلع صادعين لاما تلاتة على اتنين يعني لما كن عايز اي حاجة في المضلع الف بجيم دال تضرب في تلاتة على اتنين لو عايز اي حاجة في المضلع لام صادعين تضرب في اتنين على التلات ل beholdы دي نسبة التشبه اللي بينهم ونطرة اقسط لما كن عايز دلع في المضلع الصغير تضرب في نسبة التصغير. لما اكون اعايز ضلع في المضلع الكبير تضرب في نسبة الايه? التكبير. يعني ايه مستر الكلام ده? يعني عايز اقولك ان لما يطلب مني في السؤال طول ضلع لازم اجيب معامل التشامل. اللي هي النسبة من اي ضلعية? لان دي لا تحل المسألة. تعال فهمك بقى. احنا جبنا نسبة التكبير طلعت معنا التلاتة على اثنين. اسامنا اثنين واحد من عشرة على واحد واربعة من عشرة. تلات معي تلاتة على اثنين. اول حاجة عايز منك قلب به. من يقول لي قلب بدا الموجود في المضلع الكبير ولا السغير الكبير? يبقى لازم اضرب نسبة التكبير في المناظر لقلب به. من يقول لي قلب به? من المناظر ليه? سين صاد. سين صاد بكمعة الصبورة? تلاتة. يعني اجابة طلع اربعة ونص سنتي. طلبت منك طول ده الجيم. هو ده الجيم في الكبير. يبقى تلاتة على اثنين في المناظر لده الجيم. ده الجمять المناظر ليه عينا لامة. يبقى هضرب 3 على 2 في عينا لام 1 وتمانية من 10. فهقول 3 على 2 في واحد وتمانية من 10. بقالتك الحسبة. تلعي معك 2.7 من 10. يبقى انا جبت 2.7 من 10. طلب منك يا مستر لام سين برحة بقى. هو لام سين دفقان يا مضلع في لام سين. يبقى لازم يكون لامة نسبة لام سين عينا لامة فوق. لان ده اللي انا عايزه. لازم يكون لامدا. او ده المضلع الصغير. فأدخل النسبة نسبة تظاهر نسبة الصغير الأول فيه المناظر لللمسين للمسين ده يا أولاد لامسين من المناظر ليه ألف دال ألف دال موجودة آه ألف دال ثلاثة صندر يبقى أنا جبت لامسين باثنين آخر حاجة لا مستهل أنت جبت كل حاجة خلاص كل حاجة جبتها يبقى كده السؤال خلص وجبت أطوال الأضلاء وجبت الزوايا وطلع سؤال سهل جدا 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 تعالى لو بسه مش فهم سؤال جميل جدا اللي جاي ده كل يركز فيه معي مضلعان متشابهان أحدهما ثلاثة وخمسة وستة وتمانية وعشرة والآخر محيطه تمانية واربعين اوجد أطلاع المضلع خلي بالك هو عايز منك إيه اوجد أطلاع المضلع الآخر يبقى لما يقولي اوجد أطلاع المضلع الآخر يبقى لازم تجيب نسبة المضلع الآخر على المضلع الأول لما يقولي اوجد محيط المضلع الآخر اللي هو التاني يبقى لازم النسبة اللي اجيبها نسبة التاني على الاول اللي هو عايزه بتخلي فوق طب يا مستر انت قلت عشان نجيب النسبة اجيبها لما يكون عايز اضلع مانا بقولها خيات اضلعه طب معنا عشان اجيب النسبة دي يا مستر قلت بتقسم دلع على دلع مناظر وانا ما عنديش غير اضلع المضلع الاول والتاني ما عنديش ولا دلع وانت بسمعتنيش بقى انا قلت دلع على دلع مناظر او قلت محيط على محيط عشان كده اول خطوة في السؤال ده هنجيب محيط الاول نجمع 3 زائد 5 زائد 6 زائد 8 زائد 10 3 و 5 8 8 و 8 16 16 و 6 22 22 و 14 22 جبت المحيط طب اجيب النسبة زي اركز في دي بقى هو عايز اضلع مين الاخر يبقى لازم الاخر يكون فوق 48 على 32 32 هقول 48 على 32 تلعت معي 3 على 2 اللي عايز يفهم يعني ايه يعني المضلع الاخر قد المضلع الاول مرة ونص طب لو عايز اطوال اضلع المضلع الاخر هعمل ايه كل اللي هنعمله هنمسك كل ضلع من اضلع ده ونضربه في 3 على 2 يعني انا هقول 3 على 2 في 3 ادي اول ضلع اللي بعده 3 على 2 في 5 ما انا بضرب النسبة في الضلع المناصر هقول 3 على 2 في 6 هقول 3 على 2 في 8 هقول 3 على 2 في 10 عشان اتهمت 3 على 2 في 3 طلعت معي الاجابة 4 ونص 3 على 2 في 5 طلعت معي 7 ونص 3 على 2 في 6 طلعت 9 3 على 2 في 8 طلعت 12 15 يبقى اطول اضلع المثلسة الاخر او المضلع الاخر او المضلع الاخر اربعة ونوص سنتي سبعة ونوص سنتي تسعة سنتي اتناشر سنتي المستخد نسبة تشابه ده سحرية طبعا بتخلي الطالي يفهمي حل من غير ما يمسك قلبه سؤال تاني عايزك تحيله انت بنفسك بقى هقول لك فكرته واسبك تحيل وحدك في البيت وتبعتهنة تكون منتب داعي اتنان حاول بنفسك السؤال ده تحيله بيقول لك في الشكل المقابل المضلع اول قلب ببص هنا ما ببصش ع لك على الرسمة خالف عايز قيال زاوية السين وطول سين لام طب يا مسته ما عايش ديني فكريته كده قول لي بيتحل ازاي حاضر هو عايز زاوية يبقى هنتكلم على الزوايا زاوية الف بتسوي سين اذا الف والسين مش موجودين خلصه الشعلي بعدها به بتسوي صاد يبقى الصاد بخمسة وسبعين جيم بتسوي عين يبقى الجيم بتسوي دل بتسوي لام يبقى اللام بمية هو انت عايز ايه سين انت منعرف نجيبها عشان عندي ثلاث زوايا هجمع واطرح من تلتمية وستين شوف هده اطلع كما انت بقى طبا مسته طالب مني طول سين لام عايز طول ضلع قلنا نجيب نسبة شانت شابه هو عايز سين لام يبقى لازم تجيب النسبة من عندي سين لام لم لهو عايزه بتخليه فوق لازم تخلي نسبة المضلع سين صاد عين لام فوق هو يعني انت عايز نبدأ من هنا اه يبقى عشان اجيب النسبة نقسم سين صاد على قلب به مسته السين صاد مش موجود خش على بعده عين صاد صاد على به جيم عين صاد اربعة وجيم به بسته يبقى النسبة اربعة عالستة يعني اتنين عالتلاتة مسر انت كاذي تصغير اولا لانه عايز ضلع قلط لك ما شوية抓 اهم عايز سين لام اللي هو عايزه بخليه نسبته هو هي اللي فوق سين لام ده موجود في المضلع سين صاد عين لام يبقى لازم اخلي اضلع المضلع سين صاد عين لام فوق طب انا عايز اجيب مين سين لام يبقى هضرب ا ihtنين عالتلاته في المناظر لسي اللام. سي اللام من المناظر ألف دال أربعة واثنين من عشرة. يبقى هنقول اثنين على الثلاثة فيه. أربعة واثنين من عشرة. شوف هتطلع معك كم بقالتك الحزبة. هتطلع اثنين وثمانية من عشرة. طب يا مصر هو بديني محيط وعايز المحيط التالي. نفس الكلام. هو عايز محيط مين؟ سين صادع اللام. يبقى لازم تكون نسبة سين صادع اللام فوق. طب بقى اضربها في ايه النسبة دي؟ في المحيط الآخر. وشكرا السؤال تحضر. وحسبها بقالتك الحزب. يلا بقى عايزة تهيل السؤال التالي في البيتش اللي اكي انت فهمت. تعال اخد اسئلة متنوعة بقى كده اختيارات عشان نتأكد ان احنا فهمنا. الدرس يعتبر خلص معنا. عايزين ناخد بس اسئلة كده عشان ننزم مخينا ونتأكد احنا فهمنا. اذا كانت كاف معامل تشابه ميم واحد لميم اتنين. يعني ميم واحد على ميم اتنين. ما هو عشان بأس من المضلع الاول على المضلع التاني. طريقة كاف. اه عشان هو اللي يبدأ ميم واحد وأنا ميم اتنين في بعد كده. وكان ميم واحد تصغير. ايه ده يعني ميم واحد هو الصغير. يعني اللي فوق ده صغير. واللي تحت كبير. اه. فانه كاف يمكن ان تكون ايه ايه؟ 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 اشتغلت انت حالتها. بتقول فوق صغير وتحت كبير. دي بقى الاجابة الوحيدة هي ثلاثة على خمسة. اشكرك. السؤال اللي بقى هو سؤال طالب زاكي شوية. هتمنى كله كتبه اسكياء وركز معي. اذا كان كاف واحد هو عبارة عن النسبة بين المضلع ميم واحد وميم اتنين. شكرا اسمته مرة فقط. وكان كاف اتنين هو النسبة بين المضلع ميم اتنين وميم تلاتة. طب انت حضرتك عايز ايه؟ عايز النسبة بين. هو معامل التشبه يعني النسبة. النسبة بين ميم واحد وميم ثلاتة. ومدين اختيرات. تجمع كاف واحد زاك كاف اتنين عشان ميم اتنين تمشي. وهو بيقول لك. ميم واحد على ميم ثلاثة ميم واحد على ميم ثلاثة. عشان كده الحل بتاعي هو كاف واحد في كاف اثنين. لما نضرب النسبة دي في النسبة دي هيبقى للميم واحد على ميم ثلاثة. ودي كده النسبة المطلوبة عايز هو قيمة معامل تشبه ميم واحد على ميم ثلاثة. تطلع كاف واحد في كاف اثنين. السؤال اللي بعده. قلب بهجيم مسلس وشابه ده وهو. وكان بهجيم قد وهو ثلاث مرات. يعني قلب بهجيم هو الكبير. وده الههوة والصغير. يعني نسبة المثلس الاول الى التاني نسبة ثلاثة. الكبير قد الصغير ثلاث مرات. والصغير تلتي الكبير. انا تفهمت الكلمة جيدا بس. هو السؤال عايز معامل التشبه. وبتاع مين? اللي هو كاتبه الاول. هو احنا مش قلنا نبيهجيم. قد هيهوة بتاعت مرات. يبقى النسبة من المثلس ده والمثلس ده. نسبة انت شاوه بده المثلس قلب بهجيم وبيه. وده اللي هيه هو هتبقى كامل. ثلاث. اديه ثلاث مرات. السؤال اللي جايد احنا هينامل نشوية بس يا رب تكون فاكرينه. لكي يتشابه المعينان قبل ما تكمل ولا تقرأ اختيارات. الميستر قال للنهاردة. لو عندي هل كل المعينات متشابهة? لأ. حرودك قلت لأ. طب امتى المعين بيشبه المعين? المعين بيشبه المعين? اذا كانت الزوايا زي بعض. يبقى اي حاجة. فيها غير الزه ما تفكرش فيها. محيط بتساوي اتنين محيط لأ غلط. مليش دعوة بالمحيط اصلا. طب تعالوا نشوفه وكاتب زاوية الف بتساوي ستين وزاوية صاب بتساوي مئة وعشرين. هل ده كفاية? نرسم. اكيد هنرسم اتنين معين. ونشوف. قدي المعين الاول. الف بيه? جيم دال والتانسين صاد. انا بكتب بنفس الترتيب اوه. هو بيقول ان زاوية الف ستين. وبيقول ان زاوية صاد مئة وعشرين. هل ده كفاية? والله الاتنين دول. انا جبت الزوايا كلها في المطلع الاول. وجبت المطلع التاني. وتلعو زي بعض يبقى كفاية طبعا. فقط كفاية. هي ديش تبقى دستين زيها? احنا قلنا كل زاويتين وربعض مجموحهم مئة وثمانين. دي ستين تبقى دي مئة وعشرين. تبقى دي مئة وعشرين. تعال ناحية تاني. دي مئة وعشرين تبقى دي كم? مئة وعشرين. تبقى دي ستين. ايه ده ده بقيت الزوايا كلها متساوي. يبقى ده كفاية طبعا. يبقى الاجابة الصح. هي الاجابة رقم الف يكفي انك تقول لي زاوية الف ستين وصاد مئة وعشرين. لاني لما قلت لي كده ثبت ان الزوايا كلها متساوية. ساعتها الشرط الاول كفاية جدا جدا جدا. طيب السؤال اللي بعده. اي مما يأتي غير صحيح. يعني عايزي اقولك ان الاجابات كلها صح. مع اجابة واحدة غلط. ايه بقى اللي غير صحيح? هل كل المربعات متشبهة? اه. كل مربعين متشبهين صح. طبعا. كل المسلسين المتساويات الاضلاع متشابها? اه. كل المسلسات المتساويات الاضلاع متشابهة. هل كل المعينات متشابهة? لأ انت قلت هدنا النهاردة مستر. المعين عشان يشبه المعين. قلنا لازم تكون الزواج متساوية. يبقى مش كل المعينات متشابهة. اشكرك. لكن اخر اجابة صح برضا. السؤال بعده مهم جدا. هتلاقيه موجود في التقييم بتاع الوزارة. بيقولك اذا كان مين واحد ومين اتنين مضلعين متشابهين. وكان طول ضلعين متناظرين عشرين سنتي وستاشر سنتي على الترتيم. عايزة نسبة من المحيط. يا مستر حضرتك قلتنا النهاردة نسبة من محيط الاول. ومحيط التاني هي نفسها النسبة من الضلع الاول ولل الضلع التاني. مستر حضرتك ما فيش في الاقتلات عشرين الى ستاشر. طبعا ما بسطها. هنبسط هنا على الخم على الاربعة. على الاربعة. فيها الخمسة. على الاربعة فيها الاربعة. يبقى النسبة منهم كاملة كام? خمسة الاربعة. السؤال اللي بعده. مضلعان متشابهان. النسبة بين طولة ضلعين متناظرين تلاتة الاربعة. فاذا كان محيط الاصغر خمسة عشر. طالب منك محيط الاكبر. قلتلك عشان تجيب محيط. عشان تجيب ضلع تضرب نسبة التشاوه في المحيط التاني. بس انا هزرب نسبة تلاتة على الاربعة والاربعة على التلاتة. هو عايز مين? ايه كبير? يبقى لازم تكون النسبة كبيرة فوق. لو هو عايز الصغير. قلتلك اللي هو عايزه. بقى فوق دايما. يبقى لما يقولي هيب محيط الاكبر. يبقى لاربعة تلاتة في خمسة عشر. هيطلع معاك بشرين سنتين. شكرا. سؤال جميل جدا. وعرفت احله من غير مرحب. السؤال اللي بعده. مستطيلان متشابهان. بعد الاول. يعني طوله عرضه. اربعة وعشرة. ومحيط التاني اربعين. عايز مساحة المستطيل التاني. وانا مش عارف اجيب مساحة المستطيل التاني. الا ما اجيب بعد المستطيل التاني. وعشان اجيب بعد المستطيل التاني لازم اجيب معامل التشامل. ولازم يكون طول الاول تول التاني على تول الاول. لازم التاني هو اللي يكون فوق. يعني ده المطلوب. طب يا مستر المستطيل التاني ما عندش ابعاد وعشان اقسم الطول على الطول او العرض على العرض. اقسم الكبير على الكبير او الصغير على الصغير. طب وهون تنسيت. ما احنا قلنا المنسبة. ممكن اجيبها من المحيط على المحيط. التاني محيطه موجود الحمد لله. طب عايز ان يجيب محيط الاول. محيط المستطيل الطول زائد العرض في اتنين يعني يطلع 28 سنطر 14 في اتنين ب28 يبقى على 28 اقسم بقى 14 على 28 هتطلع معك كم؟ 5 يبقى انا كده فهمت ان المستطيل التاني قد الاول خمس مرات تعرف تجيب بعدة الثاني اه همسك نسبة التشابه واضربها في بعدة الاول 4 في 25 و 5 في 10 50 قدما عندك بعض المستطيل التاني تعرف تجيب المساحة اه الطول في العرض هيديني 1000 سنتيمتر مربع تلع سؤال جميل جدا السؤال اللي جايبها عايز طالب معارة عليا شوية يلا خليك معاه بقى بيقولك في الشكل المقابل المزبي والشاب المسألة ازاي عايز واوهي خلاص يا مستر انا فهمت منك بقى واوهي ايبقى هجيب نسبة التشابه طب كويس هجيب نسبة ازاي 16 على الثلاثة غلط انت غلط مستر قالب بيه على دالهيه قالب بيه مش موجود لا قالب بيه مش موجود ايه واو ايه واو مش موجود قالب جيب مش موجود يا مستر مش هعرف اجيب نسبة التشابه يبقى مش هعرف احل المسألة لا اه عصيك حاجة تانية ولا مش بتديك اه ده مجديني زوايا وهي اللي علاقه من الثلاثة زبابتو المسلس مجموحهم مية وتمانين تلاتة سين واثنين سين خمسة سين وسين تبقى ستة سين بتساوي مية وتمانين مع الستة يبقى السين بكام تلاتين يبقى زاوية واوهي يجيب زاوية دال هي الف تسعين درجة المسلس اللي يجيب ده مسلس تلاتين ستيني قابل للزاوية تلاتين بيساوي نص طول الورق لوان عايز هي هو هو هضرة بكام يا ولاد ستة سنت سؤال جميل وسهل ناخد سؤال تاني برضو جميل جدا عايز الناس تركز معي بيقول لك ان المسلس جيم به الف يشابه المسلس ده عايز بانك هيدال اذا عايز تقول دلقة في المسلس الصغير وعايز هي الف تقولتلي لما يكون عايز اطول اضلع تجيب نسبة التشابه حلو حلو طب بنجيب نسبة شوه ازاي بنقسم ضلع على ضلع مناظر هنقسم جيم به موجود يا مستر اتناشن الحمد لله على جيمه موجود يا مستر اتربع اتناشة اتار لاربع اتلاته يبقى لو انا عايز حاجة في المسلس الكبير لازم اخلص كبير فوقي تبقى تلات a لو عايز حاجة في المسلس الصغير اخليتها تولتت عشر يبقى الصغير فوق هو انت عايز مني عايز هيهدل سؤال هو هيهدل ده موجود فين في الصغير يبقى هاضرة بتلت في المناظر لههدل من يقول لي هي دال من المنظر للناحية التانية بألف اضرب تلت التنسى هيطلع كام تلاتة سنتش جبته لسه لسه انت عايزة هيألف سؤال كلكم هتغلطوا فيه هو هيألف ده في الصغير ولا في الكبير واحد ألف الكبير غالب وقل لي مشترك برضه غالب هيألف ده ولا في الصغير ولا في الكبير بس عشان نجيب هيألف لازم نجيب جيب ألف مش معنى لان نجيب ألف لما شر منها اربعة هيطلع الباقي هألف يبقى عشان اجيب هيألف ده لازم الاول اجيب جيم ألف من يولي جيب ألف ده موجود فين في الكبير يبقى هضرب تلاتة في مين في المناظر لجيم ألف جيم ألف يا ولاد من المناظر ليه جيم دال يبقى هضرب تلاتة في جيم دال يطلع خمستاشر سنتشي لما جيم دال خمستاشر وجيم هيأربعة تعرف تجيب هيألف آه خمستاشر ناقصها ربع يطلع حداشر سنتش في السؤال كان عايزة تجميل ثلاثة زائد حداشر يطلع الإجابة اربعتاشر سنتشي ترى السؤال جميل جدا وسهل جدا السؤال تاني مقالب به جيم الزاويه بكزا وقياس زاوية ألف هيه دال بكزا عايز زاوية ألف يبقى نجيب معامل تشابه لا طبعا ده بيتكلم على الزوايا يبقى لان مسلس يشبه المسلس يبقى اكيد الزوايا المتناظرة متساوية يعني زاوية بك هتساوي زاوية هيه زاويه زاقي التلاتين بقيت معادلة هنجمع السنة مع بعض وهنجمع الأرقام مع بعض. اتنين سين بتتسوي عشرين. اقسم على الاتنين. يبقى السين بعشرة. لما جبت السين ارجع عوض بقى يا ام هنا يا ام هنا بقى. عوض هنا مثلا عشرة زائد ثلاثين اربعين. يبقى انا جبت الهيه بربعين. مش هتكتب عوض فوق ما اللي هي هتساوي البيه. يبقى البيه بربعين. هو عايز به? لا. عايز اهيه? لا. ده عايز الف. المثلث اللي فوق ده قائم ولا مش قائم? قائم. وكلمة قائمة يعني ادامة زاوية دي تسعين. يبقى زاوية الف. مع زاوية هيه? برضو تسعين. لان المثلث كله مئة وتمانين. لما تكون دي اربعين يبقى الباقي كام يا ولاد? خمسين. يبقى الالف هتبقى تسعين ناقص اربعين اللي هي خمسين درجة. نقتل بالسؤال الجميل ده بقى اركز معي. السؤال بيقول لك في الشكل المقابل تلت مضل اشكال سوداسية منتظمة. يعني بيش بهو بعض. ما انا اقول لك منتسكل سوداسي منتظم على كلهم بيش بهو بعض. وكانت النسبة التشابه بين الف الى به اللي هو المضلق الصغير والوسطاني ده نص. يعني الصغير ده نص الوسطاني والكبير قد الصغير مرتين. طيب. والنسبة بين المضلق الوسطاني والكبير تلتة من يعني به الى جيم تلتة عالتمانية. جيم الى به تمانية عالتلاتة. انا عايز منك محيط المسادس الاصغر. مستر ما انا عشان اجيب محيط المسادس الاصغر تضرب الالف اللي هو طول الضلع الصغير في ستة. لان هو مكوام من ستة الله. لو عرفت الضلع الواحد اضرب ستة كيف انت مشكلتك تجيب الالف. سؤال الدتن يا مستر في المسألة ديت طول ضلع الكبير سات اتنين وتلاتين. اه اه. عدم ديت لجيم اتنين وتلاتين تقدر تجيب البيه. انت عايز البيه? اه. يبقى عشان اجيب البيه لازم ان نسبة البيه تكون فوق. لازم تكون تلاتة عالتمانية فين في المنازم. بشه اللي قلنا النهاردة? نسبة التشابه. هو عايز البيه يبقى نسبة البيه تكون فوق. تلاتة عالتمانية في اتنين وتلاتين. احسن ده بقى لتك الحزب يطلع اتناشر سنتر. جبت البيه طوله نصر شهر سنتر. مش محتاج بقى تقول اضرب ولا ماضربش. مش احنا قلنا الالف نص به. يبقى الالف طوله كامل? ستة. تعرف تجيب محيط بستة في ستة. ستة وتلاتين سنتر. سؤال جميل. وانا اظن دلوقتي ان التشابه المضلعين اتفهم كويس جدا. واده اول درس في منهج الهندسة. اتمنى كنا افدناكم. كان معكم اسماعيل معروف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.